الناس اللي بتستخدم الماوس كتير أو بتستخدم الطباعة كتير أو بيشتغلوا في المطبخ كتير الناس دي ممكن يجي لهم اختناق في العصب الاوسط لليد العصب الاوسط اللي بيمشي في المكان ده بالضبط مع كتر الاستخدام مع الماوس مع التاني مع الفرد في الوضعيات دي العصب اللي بيمشي هنا فيه بند أو نسيج بيمشي فوقه بيحصل له التهاب بيدخن بتزيد سمكته وبيضغط على العصب يضغط على العصب بيعمل تنميل في السبعين دول وساعات الصبوع الاوسط يحصل تنميل القلم معظمه بيكون بالليل المريض عشان يخفف القلم بيهزي ايده كده عشان القلم يخف او يحطه تحت المخدة فممكن القلم يتحسن ده اسم اختناق العصب الاوسط بننصح المريض ان هو يغير عاداته ان هو يقلل الاستخدام اليد دي ممكن نستخدم مسبت للمعصب عشان يريحه لمدة معينة ممكن نستخدم الحقن الموضعي للعصب هنا لكن ده حل مؤقت لو الاعراض دي استمرت شهور بنعمل عملية تسليك العصب تسليك العصب زي ما احنا شايفين في الصورة عملية بسيطة جدا جرح لتعدى الخمسة سنتي من ثلاثة الخمسة سنتي بنفتح الجلد والنسيج اللي تحت الجلد ونقطع النسيج اللي هو ملتهب ده المريض بيتعافى في مباشرة الاعراض بتخف تدريجيا في اول شهر ممكن في خلال تلاتة لستة شهور تعود الامور لطبيعتها طبعا لو رجع للشغل تاني ممكن يحصل انتكاسة في العصب الاوسط ويحصل التهاب مرة اخرى طبعا من الاشياء الشهيرة جدا في التهاب العصب الاوسط انه بيحصل في نهاية الحمل طبعا الحمل بيعمل تغيرات كثيرة في الجسم فيحصل سماكة في النسيج ده فيحصل اعراض اختناء العصب الاوسط في نهاية الحمل وبيخف بعد الولادة لو ما خفش بعد الولادة بنتعامل معاه بالشكل الطبيعي او الشكل المعتاد اللي هو سواء جراحيا او غير جراحيا شكرا جزيلا